موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم تتابعوننا عبر شاشة تلفزيون فلسطين في حلقة جديدة من برنامجكم دائرة الحدث كما نقول دائما نديكم الأول للصحافة وواجهتكم للتحليل السياسي واليوم هو يوم الخميس الذي اعتدنا فيه من بعد شهر رمضان أن نخصصه لساعة زمنية أو تلفزيونية كاملة نتحدث مع شخصية سياسية حول تساؤلات عبرت وإيانا مع المحللين والمراقبين تجاه الوضع الفلسطيني عامة وتداعيات ما يجري مع الاحتلال الإسرائيلي من ضغوطات على الجانب الفلسطيني وأيضا الحال العربي كما الدولي أيضا ولحلقة هذا اليوم شخصية سياسية مميزة لها وجهة نظر فئة واقع الشباب الفلسطيني وكانت حذرت مما قد يجري لو أهملت فئة الشباب بناء على إحصائيات مركز الإحصاء دعوني أرحب بدكتور صبري الصيدم النائب الأول لأمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ومختص بشؤون التكنولوجيا والمعلومات تحياتي دكتور أهلا وسهلا دكتور لن نغير نهج البرنامج بأن نبدأ سريعا بعنوين تدولتها الصحف المحلية والعربية والإسرائيلية والأجنبية ثم نعود وإياك لنبدأ حلقة النقاش نناقشها ونناقش أبرز مواضعنا ننتابع نبدأ جولتنا من صحيفة القدس المحلية الحكومة المقالة تعد كوادر دبلوماسية في خطوة قد تشكل مقدمة لإعلان دولة حماسي في القطاع وفي حديث للسيد الرئيس الشعب الفلسطيني له ممثل واحد وحكومة واحدة ورئيس واحد وإسرائيل تريد التقسيم وإلقاء غزة في وجه مصر أما صحيفة الأيام فكتبت أربعة شهداء في غارة إسرائيلية شرق مخيم البريج ومجهولون يقتالون مسؤولا أمنيا يترأس اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم جنين الحياة الجديدة عنوانات مجلس الجامعة العربية يدعم طلب فلسطين للحصول على دولة غير عضو في الأمم المتحدة ونقلت عن السيد الرئيس الربيع الفلسطيني بدأ ومطالب شعبنا بتخفيض الأسعار وتأمين الرواتب محقة ننتقل لقراءة بأهم عنوين الصحف العربية ومن الدستور الأردنية نبدأ منظمة العمل الدولية وضع العمل في غزة من بين الأسوأ في العالم أما صحيفة الغاد قضاة تحقيق فرنسيون يريدون التوجه إلى رام الله حيث دفن عرفات إلى لبنان وجريدة النهار الإبراهيمي ينتظر تحديد موعد مع الأسد لزيارة سوريا نصل إلى الأهرام المصرية والإخوان تدعو القوى الوطنية لتنظيم وقفات أمام المساجد الرئيسية غدا دعما للشعب السوري ومن صحيفة الخليج الإماراتية مؤسسة الأقصاء الاحتلال يعمل على تهويد مغارة الكتاني في القدس إلى الصحف العربية الصادرة في لندن ونبدأ بالشرق الأوسط تركيا تعتبر نظام الأسد دولة إرهابية والصين تدعم انتقالا سياسيا القدس العربي كتبت الرقابة العسكرية في إسرائيل تسمح بكشف خطة لاغتيال صدام حسين في جنازة خاله ومن الصحف الإسرائيلية نبدأ من صحيفة يدعود أحنانوت إسرائيل جاهزة للتهديدات الإيرانية وعلى نصر الله عدم استفزازنا لأن ردنا سيكون مؤلما وفي صحيفة هارتس أوباما يتراجع ويقر في برنامجه الانتخابي أن القدس هي عاصمة إسرائيل ومن صحيفة معارف نيتنياهو سيخدع وزراء الفحص ماكينة كشف الكذب لمعرفة من سرب معلومات حول الملف النووي الإيراني ونختم بقراءة لأهم عنوين الصحف الأجنبية وواشنطن بوست إسرائيل ترفض دخول العشرات من أرتيريا تقطعت بهم السبل على الحدود المصرية الإسرائيلية أما صحيفة نيويورك تايمز الولايات المتحدة تضغط على العراق بشأن طائرات إيرانية تحمل السلاح عبر العراق وفي واشنطن تايمز بل كلينتون يدعم باراك أوباما بحملته الآن وأخيرا مع صحيفة زمان التركية السجناء الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية يقررون المواصلة في إدرابهم عن الطعام أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام وإياكم نبدأ حلقة النقاش مع دكتور صبري صيدم ويعني هي أبعد من مجرد التحليل وإياك دكتور صبري نريد إجابات شافية في أهم القضايا دعنا نبدأ بالعنوان الرئيسي اللي بدأت في صحيفة القدس المحلية لهذا اليوم أن الحكومة المقالة تعد كوادر دبلوماسية في خطوة قد تشكل مقدمة لإعلان دولة حماس والقطاع هذا الموضوع حذرت منه اللجنة التنفيذية في بيانها في اجتماعها الأخير أنه سيد الرئيس أيضا في كلمة أمام لجنة المتابعة العربية لمتابعة السلام قال لمبادرة السلام عفوا قال بأنه هناك مخطط لقد في قطاع غزة إلى مصر وبالتالي يعني تحطيم دولة فلسطينية واحتمالية أن تقوم دولة فلسطينية وأنه الانقسام أمر خطير جدا ويجب التوجه إلى الانتخابات أيضا يوم أمس كان في عنوان يحمل هنية يطالب مرسي بأن يفتح منطقة حرة بين غزة وجمهورية مصر العربية ما الذي يجري بهذا الخصوص؟ يعني كوادر دبلوماسية هذا تمهيد لدولة صحيح؟ يعني أنا فجأت بهذا الخبر تماما كما فجأ الشارع الفلسطيني بحيث بدأ وكان حماس تحضر للانفصال بالفعل وابتعاث صفراء لدول العالم حتى يكون هناك تمثيل لدولة الخبر في متنه يعرض الشارع الفلسطيني إلى كثير من الأسئلة إلى أين ستتجه البوصلة؟ ما هو مستقبل وحدة الشارع الفلسطيني؟ ما هو مستقبل الاجتماعي السياسي؟ سألت الشخص صاحب العلاقة مباشرة وأردت أن أتصل مباشرة بالدكتور غازي حمد حتى أسأله لأن الخبر يشير له بشكل واضح بأنه أعطى تصريحا بهذا الخصوص والرجل نفى جملة وتفصيلة بأن هذا الموضوع كان قيد النقاش بينه وبين صحفي أعتقد ينتمي لأحد الصحف العربية الموجودة في لندن وجراء الحديث عن تأهيل الكوادر الدبلوماسية وينفي تماما قصة أن حماس تنوي ابتعاث سفراء للعالم ويقول بأنه حتى اتصل في راديو فلسطين عندما كان يذيع هذا الخبر ولم يتمكن من الخروج على الهواء ولكن تحدث مع المذيع وأوضح له الصورة بأن هذا الموضوع مغلوط تماما وأن لا حقيقة لهذا الأمر طيب دكتور يعني إفساح المجال لو كانت هذه الرواية يعني أنا لا أشكك نهائيا في صدقية ما تقول ولكن في صدقية النواية لا أحد يحكم فيها الأفعال هي ما نستطيع أن نحكم عليه مسألة الإحجام عن تنفيذ بنود المصالحة الإحجام عن الانتخابات الإحجام عن إيجاد فسحة لتهيئة أجواء لأن يرتاح الشارع الفلسطيني وأن يبقي الأمل بأن المصالحة قريبة وليست مجمدة كما قال مثلا الزهار أو ماتت كما قال البعض أيضا في حركة حماس هل الأفعال من حركة حماس تفنت نواياهم في إقامة دولة في قطاع غزة؟ بطبيعة الحال حركة حماس تريد أن تسعى باتجاه أن يكون هناك نوع من الاستقلالية في الأداء وانفصال تماما عن إسرائيل بصورة كاملة وأن يكون هناك حدود مفتوحة وأن يكون هناك توجه لتنشئة الدولة الفلسطينية هذا الموضوع أعتقد بأنه أخذ حيزا كبيرا من النقاش وأعتقد أن الجدال يدور داخل حماس بالواضح بأن هناك حوار داخلي لأننا شهدنا كيف تحدث رئيس المكتب السياسي بلغة شهدنا تماما خطوات مخالفة لها على الأرض فيما يتعلق بتنفيذ بنود المصالحة أنا كنت في قطاع غزة قبل أسبوعين والشارع الفلسطيني نفسه يعيش حالي من الإحباط غير مسبوقة جراء استمرار حالة الانقسام لأنه لا يستطيع أحد أن يبرر ولا أن يفسر ما هي هذا الانقسام في ظل تصاعد الإجراءات الاحتلالية طبعا نعرف بأن تجارة الأنفاق تأثرت خلال الفترة الماضية جراء ما حدث في رفح وفي سيناء والقيادة المصرية تنظر الآن بعين الحذر لما يجري على الحدود هناك من الواضح نوع من المحاولات المستمرة لإيجاد صياغ لربما تعثر هذه الأمور لتبرير تعثر هذه الأمور وربما إيكال المهمة أو إسنادها إلى القيادة في حماس بصور مختلفة بحيث يجري تأخيرها حقيقة هذا الواقع المعاش هو من المحال استمراره بهذه الصورة لأن الشارع الفلسطيني يرى بأن ليس هناك تفسير منطقي لعملية التأخير كل ما ورد بالاتفاقات السابقة كل ما ورد باتفاق القاهرة كل ما ورد في إعلان الدوحة قتل بحثا على الأقل أن هناك خطوات عملية جرات ولم يطرأ جديد على الأرض حتى يعكر صفو هذه الإجراءات لذلك ليس هناك من مبرر منطقي وبالتالي أعتقد أن الفرصة سانحة الآن لإتمام ملف المصالحة سيما أن القيادة المصرية بشكلها الحالي بتركيبتها الحالية أكدت على أهمية المصالحة ولكن بالفعل الشارع يريد نتائج الأمور تقاص بالنتائج وليس بالأحلام ولا بالأوهام أنا أريد أن أطلعك على أيضا تطور خطير على صفحات الفيسبوك وأنت الخبير في هذا المجال وتعرف حجم النقاش الساخن أحيانا وصليط اللسان أحيانا آخر على القيادة بشقيها يعني الأيام الأخيرة شهدت مطالبات للحكومة الفلسطينية عقبية طبعا موجة الاحتجاجات ضد غلاء الأسعار ضد الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي الذي فرض علينا باتفاقية فاريس تارا وبأوسلو بشكل عام ويجهد المسؤولين منهم الدكتور سلام فياد رئيس الوزراء شاهدنا يعني حراك كبير في الأولى الأخيرة ليوضح للمواطنين بأن الأمر بالأساس نكوث مانحين في دفعي الأموال وأيضا إسرار إسرائيل لعدم الوصول لتسوية وبالتالي عدم تنفيذ بنود أوسلو التي هي كانت مرحلية لخمس سنوات واستمرت حتى يومنا هذا وعدم تقدم المفاوضات وانغلاق أفق التسوية وما إلى ذلك أيضا يعني في مشاكل داخلية لننفيها ولكن المطالبات من قبل الشباب على الفيسبوك تتحدث عن أنه 55 من موازنة حكومة الفلسطينية في رام الله تذهب لقطاع غزة 69 من الدخل القومية تم تحصيله من الضفة الغربية 7% فقط يحصل من القدس 2% فقط يحصل من قطاع غزة وهذه ضريبة رواتب يقول بعض المتواصلين عبر الدردشات على الفيسبوك أو التعليقات التي جرت على هذا الخبر بأنه مطالبة بقطع الأموال التي تصرف من الحكومة الفلسطينية في رام الله إلى قطاع غزة والحديث يدور على تحميل حماس مسؤولية انقلابها لأن تبدو الموارد تأتيها من حيث لا تدري وبدون أي مسؤولية نفهم أن منظمة التحرير أبو الولد وأنها لن ترمي مواطنيها في قطاع غزة ولكن دوام الحال من المحال ما رأيك بما يقولون؟ أولا أنا شاهدت جزء من هذه النقاشات واستمعت لبعض التصريحات الصحفية حقيقة من المحزن أننا وصلنا إلى هذا الحال وأنت تفضلت في المقدمة وقلت بأنني شخصيا قد حذرت من الوصول إلى هذا الوضع ولكن أما وأن حصل هذا الوضع من المخجل أن ندخل في هذه الحسابات والاحتسابات حتى نقول بأن هذا يدفع ضريب كذا وهذا يدفع ضريب كذا وكأننا نعيش في دويلات صغيرة وبالتالي يجب أن توزع الموازنة على أرضية الدويلات منظمة التحرير منذ بداية الحال منذ بداية الانقسام أخذت قرارا بأنها لن تتخلى باعتبارها أبو الولد وأم الولد وخلافه لن تتخلى عن جمهور قطاع غزة وعن أبناء قطاع غزة وبالتالي قدمت ما قدمته خلال السنوات الماضية وكان الرئيس عباس في كل خطاباته يقول بأن هذا واجبنا وليس منا على أحد وبالتالي هو استمرار لهذا الواجب الآن في ظل الوضع الاقتصادي وكأن التاجر أفلس وعاد لإحتساب كل ما لديه من ديون ومستحقات وبالتالي يرى بأن هناك بعض مما يسمى بنفقات ربما يراها البعض بأنها غير ضرورية أنا أقول في موضوع المال هذا الموضوع مرتبط بالنسيج الاجتماعي الفلسطيني في حال تفككت الصورة المالية بهذه الصورة وبدأنا نقول بأننا ربما يجب أن لا نلتزم سيأتي في يوم من الأيام ويقول أحدهم ربما قضية القدس أصبحت شائكة وعلينا أن لا نلتزم وقضية ما هو وراء الجدار قضية شائكة فيما يتعلق بالأراضي الزراعية ويجب أن لا نلتزم الانفكاك من الالتزامات المالية سيؤدي إلى تعقيد المشهد عشان هيك أنا أقول بأن هذه الحالة الاقتصادية التي نعيشها اليوم يجب أن تفكك كل عقدها خلال الأيام القليلة القادمة إطالة أمد هذه الأزمة سيترتب عليها الكثير من الترتيبات التي ربما يستفيد منها البعض أو يوظفها البعض الآخر يجب أن تحل طلاصم هذه الأزمة يجب أن يكون هناك خطوات عملية على الأرض ما يطالب به الناس على الشارع هو مطالب منطقية ومعقولة ويجب أن تلبى هذه المطالب وأنا لا أريد أن أصادر حق زملائي الذين يقودون دفة القرار فيما يتعلق بالاقتصاد ولكن يجب أن يكون هناك حلاً ولو كان إبداعياً في التعامل مع الأزمة لأن إسرائيل تستثمر في هذه الأزمة إسرائيل الآن بعد لبرمان وتصريحات لبرمان تأتينا الآن برفع الأسعار وتقول بأن هذه اتفاقية باريس والمغلف الاقتصادي الواحد وبالتالي هؤلاء الفلسطينيون يستعبدون اقتصادياً ويلزمون بهذه المأساة الاقتصادية الفلسطينية يجب الخلاص من هذا الوضع ويجب الخلاص منه بسرعة كيف يعني دكتور هل المسألة فقط اقتصادية يعني حل الأزمة اقتصادي بحث أم سياسي اقتصادي أنا أعتقد بأن الأزمة سياسية بامتياز وهناك وجه اقتصادي الآن لها كما هو الحال كل الأزمات تأخذ وجوه مختلفة هناك أزمة رئيسية تحدث عنها الرئيس في خطابه بالأمس عندما قال بأن هؤلاء الموظفين يحتاجون إلى رواتبهم ألم يجري الحديث في كثير من اللقاءات والقمم العربية عن شبكة أمان ألم يجري الحديث عن توفير قاعدة مالية تحمي السلطة الوطنية الفلسطينية ألم يجري الحديث عندما ذهبنا في سبتمبر إلى الأمم المتحدة عن مبلغ يرصد لدعم رواتب السلطة الوطنية الفلسطينية حتى لا تسمح إسرائيل ولا لأي دولة يسمح لها بابتزازنا وإشراء هذا السيف في وجهنا نعم ولكن عندما لا تلبى المطالب يبدأ الرجل الاقتصاد وصاحب القرار بالبحث عن مصادر للتمويل ومع الأسف تأتي في بعض الأحيان على أرزاق الناس بهذه الصورة التي يخرج مقابلها الشارع إذن أزمة سياسية بامتياز ندفع ثمنها اقتصاديا ويصار إلى القول بأن السلطة يجب أن تجد الحل نعم يجب أن نجد الحل ولكن الرسالة المواطن يحتاج إلى راتبه وهذا حقه يحتاج إلى كرامته وهذا حقه والشاب الفلسطيني يحتاج أن يعمل وإذا أنت شفتي وتابعتي وأنت من أهم المتابعين أنا أعرف على الفيسبوك هناك كثير من الحديث عن التشغيل 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 كان بالأول إنهاء الاحتلال هو الأولوية اليوم التشغيل والبطالة مكافحة الفساد إنهاء الانقسام والاحتلال الذي بات الآن في المرتبة الرابعة يجب أن تتغير هذه المعادلة بمجمل خطوات طيب كيف ستتغير هذه المعادلة إذن تحدثنا عن التشغيل وعن استثمارات فنتحدث عن أراضي مسلوبة لأنك بدك مساحة يعني لفرص هذه التشغيل الحديث عن إنه 60% من أراضي السلطة الفلسطينية تقع في مناطق سي والتي لا سيادة لها عليها ولا تسمح إسرائيل بالاستثمار فيها أو باستغلالها سواء زراعيا أو عقاريا عمرانيا أو يعني لعمل مشاريع مختلفة تستغل فيها الأيد العاملة وتقليل نسبة البطالة نعود إلى الباب السياسي المغلق ماذا نفعل؟ فيما يتعلق بالباب السياسي من الواضح أن إسرائيل قد حسمت أمرها إسرائيل تريد الخلاص من رئيس عباس وتستخدم هذا حارس الملاهي الليلية ليبرمن ليطل علينا في كل مرة بتصريح غايف العنصرية ليس بحق شخصيات سياسية وإنما أيضا بحق الشعب الفلسطيني إسرائيل تريد أن تلقي بالضفة الغربية أو ما تبقى منها بعد أن تغلق الجدار ليصبح ربما تحت الإدارة الأردنية كما هو الحال بالنسبة لقطاع غزة وتصريحاتها كانت واضحة بهذا الاتجاه إسرائيل تعلن الحرب علينا الآن يجب أن نكون فلسطينيا أكثر ذكاءا في التعامل مع القضية باتجاه قطاع غزة أريد أن أشير إلى نقطة صحيفة هارتز كتبت سيبي برائير بعنوان غزة حرة دعا فيها القيادة في إسرائيل أن ترفع الحصار عن قطاع غزة وأن تتعامل مع حركة حماس كقيادة شرعية تفتح الباب للاستثمار فيها ولتعزيز الصناعة وتجارة من خلالها من وإلها وإلى الخارج كما تفعل في الضفة الغربية هذا مقدمة لرضى إسرائيلي وكأن الأمر وصل إلى النقطة التي تريدها إسرائيل والآن بقي فقط فتح الباب على مصر يجب أن نستكمل هذا القول لأنه يقول في فحوى هذه المقال بأنه يجب أن يربط أيضا هذا الموضوع برضى جمهورية مصر العربية وكأنه يلوح بأنه يفتح الباب تجاه أن تكون غزة جزء من مصر هذا هو حلم إسرائيل وهذا ما أشرت إليه في سالف الحديث ما أريد تركيز عليه فيما يتعلق بالحلول أنه أنا عارف كثير مننا شاطر بتشخيص القضايا ويبحث عن الحلول أنا لا أريد أن أصادر قرار الاقتصاديين الرئيس عباس يعود الليلة إلى رامالله سيتدارس مع المعنيين ما هي الخطوات العملية ولكن أريد أن أقول أليس من حقنا كشارع فلسطيني أن يكون لدينا مخزون استراتيجي غذائي محلي نستطيع فيه اختزان المواد الغذائية وشراءها من أسواق غير إسرائيل حتى نستطيع خفض الأسعار نزيد حجم العمالة والمشتغلين في هذا القطاع ونوفر إمكانيات تحفظ كرامة الشارع الفلسطيني ألا نستطيع أن نتخذ خطوات عملية أيضا إضافية من الواجب أن نفكر جديا بهذا الأمر وربما في سياق الحديث أدرج بعض الحلول الأخرى طيب سؤالي قبل أن نغادر نقطة رامالله وما يعانيه الشباب كنت حذرت في أكثر من كلمة أو في أكثر عفور من ومضة من العمود الخاص فيك دكتور في صحيفة الحياة الجديدة عن الشباب والقنبلة الموقوطة تحدثت أيضا عن حراك شبابي ذهب باتجاه الهاكرز أو الاختراقات لبعض المواقع الرسمية منها مواقع وزارة العدل الفلسطينية المحت بأنك تعرفت إلى الأشخاص أو الشباب الذين قاموا بهذه الفعلة وقلت بأن هناك طريقة تعبير لهؤلاء الشباب تختلف عن طرق استخدمها آخرون يعني على البعض يذهب باتجاه الاحتجاج في الشارع أو إشعال الإطارات كما حصل مؤخرا في نابلس أو الكتابات عبر صفحات الفيسبوك أيضا إعلان سخط الكاريكاتورز أيضا قضايا مختلفة يمكن للشباب الفلسطيني يعني أن يعبر فيها عن غضب وعن جام غضب وعن سخطه وعن سوء الحال وما إلى ذلك ولكن أن تصل المرحلة لاختراق مواقع رسمية للفت الانتباه ألي هذا الحد الفجوة موجودة؟ أولا دعيني أعرج على الإحصائيات حتى يقدر المشاهد أين نقف الآن وهذا من الجهاز المركزي للإحصاء والذي أثنيت على عمله وقلت أن هذه ليس مؤسسة أجنبية لديها أجندة وأنها مؤسسة نحترمها وبالتالي أرقامها وثيقة بالنسبة لنا أولا 50.5% عاطلين عن العمل في الفئة العمرية 15 إلى 29 ضمن هذه الفئة تقريبا 28% يعانون من الفقر ضمن هذه الفئة أيضا 44.8% يذهبون إلى المدارس يعني عندنا تسرب بواقع 55.2% هذه الأرقام هي أرقام مخيفة بكل معنى الكلمة هذه الأرقام أيضا تشير إلى أن الفئة العمرية 12 إلى 17 عام في العام 2011 تعرض 51% منها إلى العنف النفسي أو الجسدي هذه الأرقام لا تؤشر إلى خير والبعض ربما تعامل بنوع من الدنيا مع هذه الأرقام أنه ربما فيها مبالغة أو تهويل ولكن ما نشهد الآن هو لتاج لهذه الأرقام بالفعل الشباب الفلسطيني قرر وانت شفت الإبداعات ما شاء الله على الفيسبوك سواء من باب الكاركاتير أو من باب الهتاف أو حتى الصورة أو تركيب بعض الصور هناك لا شك روح إبداعية فيها لمس الدعابة ولكن هي تحمل مغزى سياسي كبير شباب ثلاثة شباب اختاروا أن يعبروا على طريقتهم عن حالة السخط القائمة فقاموا بإعطاب بعض المواقع الإلكترونية ومنها مواقع وزارة العديل وأرسلوا لي رسالة شخصية قالوا نعتذر أنه قمنا هذا مخالف لأخلاقنا ولكن أردنا أن نبرهن لك بأنه لدينا الإمكانية التقنية ولدينا الكفاءة حتى ندخل سوق العمل ووقعوا الرسالة بأبناءك الصغار فأنا رديت عليهم وكتبت أبنائي الصغار ليس بهذه الطريقة أو ليس بهذه الطريقة أبنائي الصغار ثم دعوتهم إلى مكتب الاجتماع بهم يعني بعد أن أرسلت الرسالة قلت بأنه من يريد أن يهذب بيته لا يقتل أمه وهذه رسالتي للجميع نعم الاحتجاج السلمي مطلوب ونعم الضغط على الساسة وصلنا على القرار مطلوب ونعم كل الاحترام للكلمة حتى النقد يجب أن يأتي في سياق الاحترام والأخلاق واحترام تعاليم الدين إلى ما هناك من مسلكيات ولكن يجب أن لا تجير الأمور بالهجوم على مكتسباتنا أو تعرض لها وأنا واثق أن الشعب الفلسطيني لديه من المصداقية والنج ما يمكنه بالابتعاد عن هذا ولكن الشباب كانوا يقولوا في هذا الاجتماع نحن لم نشأ أن نؤذي أحد نحن أردنا أن نوصل للرسالة نحن نريد حياة كريمة نريد تعليم مكين وهذا كان سؤالي هل هذا يعني أن الفجوة إلى هذا الحد كبيرة ما بين القيادة والشارع؟ لا أعتقد أن هذا هو الحال هناك أزمة كبيرة حاولت تشخيصها مشكورة قلت بأنه في استعصاء في الجو السياسي العام هناك حالة من الانقسام يبدو أنها أصبحت مستدامة والبعض قال لي أنه ربما لا نجرؤ الحديث عن الفدرالية الفلسطينية أنه أصبح من الصعب أن تكون دولة متجانسة فلنبدأ الحديث عن الفدرالية أيضا هناك وضع اقتصادي عالمي يتراجع بصورة كبيرة وازدياد في عدد السكان وإشكاليات تفرد إسرائيل بصورة يومية على الأرض تراكمات هذه القضية تجعل المشهد ما شاء الله من الصعب السيطرة والإدارة في ظل هذا الوضع لذلك يجب أن نتحدث عن حلول خلاقة لهذا المشهد حتى نخرج منه هذه الحلول سنناقشها أو الطروحات بهذا الاتجاه سنناقشها ولكن بعد الفاصل دكتور صبر السيدم أترككم مشاهدين الكرام مع فاصل قصير ثم نعود وإياكم لحلقة النقاش من برنامجكم دائرة الحدث وضيفي دكتور صبر السيدم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر